وحتى قام المسيح في تلميذين يسمان تلميذي عمواس تركوا أورشاليم حتى يروحوا على بلدتهم عمواس مسافة 11 كيلو متر ولما المسيح ظهر ومشي مع التلميذين كان بفكرهن كنا نرجو أنه المزمع أن يفدي إسرائيل يعني كله ولا موت الصليب يعني كل حاجة بس ما يموتش هالموت الشنيعة موتة الصليب صليب الخزي وصليب العار ألم يقول الكاتب إلى العبرانيين ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل الصرور الموضوع أمامه احتمل الصليب احتمل الصليب مستهينا حتى في آخر اللحظات مستهينا بالخزي والعار أحبائي نعم جاء يسوع المسيح ليموت على الصليب كما تنبأ الملاك وقال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم كما تنبأ سمعان الشيخ كما تنبأ زكري أبو يحنى المعمدان كما تنبأت القديسة مريم العذراء وكما تنبأت حني بنت فنؤيل وهكذا كما تنبأ أنبياء العهد القديم وكما ذكرت الرموز والذبائح كلها في العهد القديم عن موت يسوع المسيح حتى في إشعية 53 سر الرب أن يصحقه بالحزن وكما كتب داود النبي ألف سن قبل الميلاد إلهي إلهي لماذا تركتني ثقبوا يدي ورجلي في نفس المزمور مزمور 22 وآخر آية في هذا المزمور كي عسى قد فعل أو كما قال يسوع المسيح على الصليب قد أكمل لهذا الغرض جاء يسوع المسيح